وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح بحيث يكون سعر الاردب الف جنيه للموسم المقبل توريدات عام 2023 وذلك في اطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده كما وافق المجلس على تحديد سعر الارز الابيض طبقا لحكم المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تنص على انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج اساسي او اكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد اخذ رأي جهاز حماية المنافسة وبمتابعة السوق المحلية واسعار السلع والمنتجات الغذائية تم ملاحظة في الاونة الاخيرة لظهور عديد من الممارسات التي ادت الى زيادات غير مبررة في اسعار الارز على نحو اثر على استقرار السوق وقد اظهرت نتائج دراسة وزارة التموين السعر العادل لبيع الارز الابيض للجمهور على ان يكون الارز الابيض غير المعبأ لا يزيد عن 12 جنيها والارز الابيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها ترجمة نانسي قنقر